ومش عايزة بتدي بالمباراة اللي تلعبت مع موريتانيا من شوية عايزة بتدي من مبارح بتصريحات حسام حسن مبارح المدير الفني للمنطقب الوطني اللي أثرت يمكن كثير من الجدل لأن هي كانت بتشاور على حاجات بس بطريقة غير مباشرة لما قال لك احنا عايزين اتحاد كورة مش عايزين اتحاد كورة كان بيدير من عشر سنين احنا عايزين ناس نظيفة القلب والعقل احنا عايزين وجوه جديدة عايزين يبقى لنا شكل كبير ومن حقنا ان احنا يبقى لنا شكل عظيم في الكورة المصرية زي الدورية العربية حاليا شفت التصريحات دي ازاي قبل مباراة تتلعب مع موريتانيا بكم ساعة وانا شاف ان كابت حسام تصريحاته بجانبه صواب بشكل كبير جدا في الفترة الاخيرة من ساعة ما يسك منتخب مصر ليه؟ مش عارف يعني انا مش عارف كابت حسام يمكن تصريحاته على طول مرة او على مرات متتالية يعني كانت التصريحات طول الوقت بيجانبه صواب هو كابت حسام احساسه الداخل ان فيه ترابوس بيه مؤامرة؟ نظرية المؤامرة عنده طول الوقت في الحتة دي كابت حسام بحبه على المستوى شخصي كلعيب بان حسام حسام كلعيب كورة تاريخه من اعظم اللعيب اللي جات في تاريخ مصر من اعظم الهدفين اللي جون في تاريخ مصر بلا شك فده عشان بس الناس تفرق بين النقطتين انت كمدير فني لازم يبقى ليك شكل وستايل تاني خالص مختلف عن الفترة اللي انت كنت تبرع طب علشان الوقت التصريح ده التحديد ان اللي احنا قلناه يدينه في ايه؟ يعيبه في ايه كابتن حسام؟ انا كمدير فن منتخب مصر ماليش دعوة اتحاد جاي اتحاد رايح من اللي جاي من الاسماء اللي رايحة دي مش بتاعت انا خالص انا مركز شغلي طول ما انا بنجح طول ما انا بكسب وهو الراجل نتائجه بتقول ان هو بيكسب وماشي كويس طب ايه لي دخلنا انا في مشكلة مع ايه حد ممكن ييجي يفتكر الكلام فيه ما بعد عليه هو يبقى فيه دروب في المعاملة بيني وبينه ايه 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 داعي ليه انت ابتدت بان عايزين اسماء جديدة عايزين ناس جديدة طب انت مين قالك ان مين اللي ترشح وفيه حد لسه ترشح لانتخاباتك بس اكيد برضه هو ما بيقولش كده من نفسه مش اكيد ده سؤال سؤال تسأل من الصح يبقى انت في مشكلة اريد بينك وبين حد خايف ان هو يجي هنا بقى المشكلة زي مين انا مش عارف هو يقصد مين احنا لسه لحد دلوقت اتحاد الكرة ما حدش يتقدم للانتخاباتك اه لم يتم الاعلان عن اي اسم هو بس الاسم اللي قال ان انا هنزل انتخاباته والد البشمانس احمد مجاه واعتقد ده من ان الشخصات المحترمة اللي ممكن تفيد في الكرة وكان قبل كده بيدير هل هو القصد على البشمانس عشان بس ما اذكرش اسماء حد وقول ان هو يقصد فلان او يعلم بغض النظر عن ان هو يقصد مين انا ايه اللي مخليني انا بسبق ان عايزين كذا وعايزين كذا معاكيد كلنا عايزين ناس جديدة كلنا عايزين ناس كويسة تيجي الدير القرى المصرية بشكل مختلف طب ايه الفرق ما بين اللي قلته وقاله حسام حسن ما هو يعني النفس اعتقد يعني تصريحات متشابه يعني بس انا انا برا الاتحاد انا برا الاتحاد لما هاجئ اقول ده حاجة انا انا اقدر اقولها انما انت جوه الاتحاد انت راجل مسؤول عن منتخب مصر لازم تبقى تصريحاتك مختلفة احنا كلنا فرحانين بنتايجك كلنا فرحانين بالاداة اللي انت بتقديه بالشكل باي حاجة فنية بتعملها فرحانين بيها وان احنا خلاص اعتبر بنسبة 100% وصلنا كسق ام افريقيا في المغرب فاضل بونت واحد والبونت ده سهل جدا ييجي فاضل لك ماتش البداية بتعملها تانية وبعد كده ماتشين تاني في تلات ماتشات انت محتاج بونت فيهم ماتش على ملعبك هتكسبه هتكسبه بإذن الله يعني طبعا بدون مقاطع عكيد 100% هتكسب فانت قريدي ساعدت خلاص كسق ام افريقيا طب انت ليه رايح لسكة المشكلة من بدري من قبل ما اتعلن من اللي نازل انتخبار كابتن طريق في الدول المتقدمة في اوروبا في الدول المتقدمة بيحصل كده يعني ايه هو اللي بيحصل عادي ان المداربين بيتسألوا عن اي حاجة وبيجاوبوا وبيقولوا ورقهم يعني ما ليش دعوة بالاتحاد وهو كده كده انا عايز اقول لحضرتك حاجة انه هو بني ادم في المنظومة يعني هو كمدير فني او لاعب او اي حاجة هو في المنظومة فمن حق يقول رأيه اللي هو شايفه انت بس شايف انه ده ممكن يعمل لغط مع اي اتحاد كورة هيجي في المستقبل ممكن يعمل زي في المية فجوة بينه وبين الكابتان حسام حسن طب ليه انا عمل لنفسي فجوة مع اي اتحاد جاي انت قريدي مع هاي الفكرة في ايه الفكرة ان انا مع اي اتحاد كورة موجود دلوقتي هل وجهة النظر ان انت عايز الاتحاد ده يكمل مثلا صعب جدا لفترات انتخابية معينة ولها توقتات ولها قوانين ولوايح ويه ويه والكلام ده كله خلاص في حد جاي جديد انا كمدير فني كابتان حسام بتكلم بالسالة انا كمدير فني اي حد هيجي هيشتغل طول ما نتايج كويسة محدش هيجي يتربص بيك من البداية انت كده بتشاول للناس بتقول لهم خدوا بالكو انا اي اتحاد جاي ممكن يحصل بيني وبيني مشكلة بتنقش طب ليه انا ليه حط نفسي في الحتة دي وكمان يعني هي دي مش اول مرة كابتان حسام يعملها في تصرحاته يعني قبل كده برضو تصرحاته كنت محمد صلاح مش عارف مين مين عمر مرموش اللعيبة يعني عارفة انتي ايه الحمد لله ربنا سترها معاه سترها معاه بس كابتان طارق السيد يقصد انه المدير الفني يتكلم فني